اشتركوا في القناة يشهد اضطرابات على المستويين الاقتصادي والسياسي وخلال اللقاء رحب صاحب السموى الملكي الرئيس الوزراء بالزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة الى بلده الثاني مملكة البحرين وتمنيات سموه للدولة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمزيد من الرفعة والازدهار وقد اشهد صاحب السموى الملكي رئيس الوزراء وسيادة الرئيس التونسي بالمسار المتقدم اللي بتشهده العلاقات البحرينية التونسية في كافة القطاعات في ظل ما يجمع بين البلدين الشقيقين من علاقات اخوية واكد حرص البلدين على تنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات لسيما الاقتصادية وتجارية والاستثمارية والارتقاء بها الى افاق اوسع تعبر عن عمق علاقات الاخوية والتعاون بين البلدين الشقيقين الى ذلك فقد اشهد صاحب السموى الملكي رئيس الوزراء بمواقف جمهورية تونس الشقيقة تجاه مختلف القضايا العربية بما يؤكد حرصها على دعم كل ما يسهم في تحقيق الامن والاستقرار في المنطقة واكد صاحب السموى الملكي رئيس الوزراء دعم مملكة البحرين لتونس في كل ما يسهم في الحفاظ على امنها واستقرارها مشددا سموه على امن التحديات الامنية والسياسية التي تواجهها دول المنطقة تتطلب مزيدا من التعاون العربي المشترك الذي يعزز من قدرة الدول والشعوب العربية على تحقيق تطلعاتها على صعيد التنمية هذا وتطرق صاحب السموى الملكي رئيس الوزراء مع سيارة الرئيس الجمهورية التونسية الشقيقة خلال اللقاء الى عدد من موضعات التعاون الثنائي بين البلدين بالاضافة الى مسجدات الاوضاع على الساحة الاقليمية والدولية من جانبه عرب سيارة الرئيس الجمهورية التونسية عن شكره لمملكة البحرين ملكا وحكومة وشعبا على ما حظي به من حفاوة وترحاب والوفد المرافق مشيدا بما تشهده العلاقات البحرينية التونسية من تطور وتقدم على كافة المستويات مؤكدا اهتمام بلاده بتنمية التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة منوها بما تشهده مملكة البحرين من نهضة وتطور في شتى القطاعات بفضل قيادتها الحكيمة وما يتميز به شعبها من اصرار على النجاح واشهد الرئيس التونسي بما تحظى به الجالية التونسية في مملكة البحرين من رعاية واهتمام من الحكومة والشعب مشيرا الى ان ذلك يعكس ما تتمتع به العلاقات البحرينية التونسية من قوة وترابط بين قيادتي وشعبي البلدين وقد اقام صاحب السموى الملكي رئيس وزراء مأدوبة عشاء تكريما لسيادة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة والوفد المرافق له حضرها رئيس مجلسي النواب الشورى وعدد من كبار المسؤولين في المملكة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة